فاستخدم هذا شعار السمكة الشعار السمكة يستخدم في الغرب يعني بعض الجهات المسحية الغربية استخدمت شعار السمكة اللي أدخل هذا الستيكر المستونت هم اللي أدخلوه أولا هم اللي كانوا يعرفوا هذا الشعار يعني ما كانش منتشر هذا الخيزوكس شعار السمكة بالطريقة التي يُرسم به اللي هو مجرد حط خارجي كما المنشور موجود في الخارج هدخلوه برستامت من خلال مكتباتهم وبعدين انتشر هذا المنشور طبعا أين كانت الطريقة اللي تتصحب بها لأن هذا أحد الثرفات اللي اتترفها الجماعة المسيحية وبعدين تندرك أنها هي التي عرضت نشار الخطر وأنها علمت كل المنشوراتها حقيقة وأن في أي حالة هياج شعبي ها يعرف العرافة لا أصبحت معروفة لكن بلا شك هذا الجزء مهم جدا من فراد على بعض الدعاوة العلمانية المسيحي في المصر المسلم ومسل المسلم يحب أن يقول أنا مسيحي وهو يعتز يفتخذ ذلك ومسل المسلم وبالتالي ينزع هذه السمكة بيضع سبحة في نهاية السمكة سبحة من السبحة أن تعرف أن السلحة الإسلامية وحتى من يقولون أنه في ضرورة الإنغاء خانة الديانة أنا أقول لهم أن المسيح يريد أن يعرف ما مسيحي وهذا جزء من المسيح وهذا مسألة فيها كرامة وأخلاق ومسلم المسلم وعقدته وبالتالي حتى الأسماء يعني ربما زادت يعني ربما يعني بدأ الصعب بإيه يتجنب الأسماء المحايدة كما كنا نسمي هذا في الماضي سنح رأفة وكذا بدأت في الأسماء لكن هذا جزء يؤكد لنا أن هذا المجتمع المجتمع يعتذب عقيدته يعتذب هويته ويعتبر أنه يعتذب جزء من هويته هذا جزء من هذا التكوين لكننا في هذه الفترة لم نوظف هذه الهوية وهذه العقيدة التوظيف الصحيح الذي كان موجود منذ أربع عقود فقط وكان دائما هذا التوظيف لصالح العيش المشتركين لأنه أصل القيمة الإسلامية والقيمة المسيحية في المعاملات بتقوم على التضامن والسكافر والقراحم وتجبر المؤمن أن يكون عدلاً ورحيماً ويلتزم بالبر والقصد كما في الآية القرآنية مع الأخ المسيحي ملزم أن يكون علاقته مع المسلم كما المسلم ملزم أن يكون علاقته مع المسيحي فإمع البر والطراح وبالتالي تفعيل الهوية الدينية في الماضي كان تفعيل الإنجابين هو الذي أقام هذا العيش المشترك الآن حدث هذا الخروق عن قوائد السنة وهنا في نقطة أنا كنت أحبه وثاراتي كان مش من المؤتد على الشعب المصري خروج المسيحيين في المظاهرات خروج المسيحيين في المظاهرات خروج المسيحيين في المظاهرات أخير ديت هذا نتيجة رؤية فعلا الشعب أو أصلا عندي نقطة معلش قبل نقطة هي فكرة نقطة شعب الكنيسة الكلمة دي في حد ذاتها بتوحي بأن الكنيسة دولة لها كيان وشعب وإدارة كاملة من عزب عن الواقع المعبوض هذه نقطة نقطة خروج للشعب في المظاهرات ما كان هذا أمر معروف حتى عن السيحين خاصة وأن يبقى فيه من الشعب المسيحي خروج في المظاهرات فأمر عادي جدا فأمر عادي جدا نتيجة يعني هل هو فعلا ضعف يعني نتيجة أنهم عارفين أن المسيحي ضعيف أو نتيجة أن أن الشعب المستمد يعني عارف أن هو مستمد لقوة عارف أن الكنيسة أقوى من الأول وعارف أن يعني المسلم عندما يأخذ في المظاهرة يمكن أن يتخذ ويتبهد الإعراء على العكس المسيحي يعني أنه يحصل فهل درجة على القوة يعني عارف أن أي ضعف يحميه قوي جدا والمسيحي يروب ودو أمر بقى معتادة عنده تتفقيني أجاوب على ده وأجاوب على جزء مسيحي أنت سألته أنا سيدي أجاوبة ليه لأنه كان مهم آآ نعم نعم شكرا الجزء الأولاني أنه في السبعينات كان المسيحيين عندما يتحاولوا أن يكونوا ملدين لبعض المشكلات لما يكونوا يستمع جدا وكان رب فقال المسلمين تجاه المسيحيين أحيانا يكون حماسي المسلمين استردوهم التعبيرات قاسية في جهة المسيحيين وكام يمكن أن تحدثوا حداثة عنفة المفرقة الحقيقة أنه عندما أصبح رد فعل المسلمين متسامحة في حالة حداثة العنف توقفت إدراك المجتمع التي في مشكلات يجب النظر لها وحلها بالنسبة للمسيحيين أصبحت أكثر وعيا وأصبحت أكثر وضوحا قدرة المسيحيين على التعبير عن المواقف المقرية أصبح أكثر رقم النظر تغير بما يستجود تغيير إحساس المسيحي بأنه مضطهد عن المشكلات إلى أن يشعر بأنه المسألة تتحسن تغير مشاعره في الاتجاهة المعاكسة وشعر بالخوف والمضطهد أكثر وده أنا أعتقد تفسيره لها علاقة كيفية بنقل وعي الجماعي يعني تفسير العلم هنا أنه عندما تنشئ وعياها الخاص عادرة عن الظروف المحيطة بها يصبح الرد فعلها ليس مرتبطا بما يحدث حولها ورد فعلها متعلق بتفسيراتها لما يحدث وليس ما يحدث وبالتالي حدث هذا يعني إذا رصدت على وجه الضقة الأوضاع السبئينات والأوضاع المسئين الآن أفضل كان يجب أن يكون موقفهم أفضل رغم أن موقفهم في السبئينات كما أفضل فهذه المسألة مهمة في فكرة أن الجماعة عند دولة عادل وعياها عند عادل الأمر الأخير في المسألة من الكنيسة دولة داخل الدولة هناك شقين أولا عندما أقف على قدسة الباو الشمولة ضد حكم المحكومة للدليل لهذه الخطأ لم يكن حكم المحكومة للدليل هي حكمة تبقى للاقاح الكنيسة لم تقوم الكنيسة الخطأ كان أن الدولة التي رفضت مطلب الكنيسة التهيل هذا اللقاحة لأنه ترى أن هذه اللقاحة كان فيها خروج عن أحكام الإنجيل حدث في ظروف خاصة هو حدث عندما فرضت الدولة يمن الملكية المجلس الملي على الكنيسة لم يكن من ضمن الحيكة الإدارية للكنيسة ثم استطاع المجلس الملي أن يخرج هذه اللقاحة دون مختلف المجمع المقدس وبالتالي الكنيسة بعد ذلك رضت هذا اللائحة وأراد تغيير هذا حقها قدر سبباو الشنودة عندما يقول أنه غير مرتضم إلا بأحكام الإنجيل هو رأس الكنيسة إذا خالف أحكام الإنجيل لا يصح له البقاء في مقعد وبالتالي هنا نحن فهمنا شيء من غلط يعني مع فول ما من الإعلام كان خطأ إذا قدر سبباو الشنودة خالف ما يعتبره المجمع المقدس حكم من أحكام الإنجيل لا يصح له أن يبقى بابل الكنيسة وinker أحكام الإنجيل الأمر الثاني أن قدر سبباو الشنودة في هذا الموقف في مواقف أخرى استنجذل الشريعة الإسلامية وأثبت هم مرة أخرى بمواقف أخرى أي هم الوضع جميعية بالنبيل في الشريعة الإسلامية إستقلال الكنيسة في الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية لا تعتبر قدرس سبباو الشنودة موظف عام فالقانون الوضعي هو الذي يعتبره الموظف عام اعتبار القدس الباشنط الموظف عام خطر على الكنيسة لأنه معنى ذلك ستتحول الكنيسة إلى مجرد ديوان في الدولة وهي كانت مؤسسة دينية، شأنها شأن ديني فقط يعني لا يجب أن يتمكنوا تحاجد دين على عكس مع الأسر في الحدث في الأظهر أعتباره كونه في الساعة الأول بقتي طبعا، أيضا، يجب عادة استخلال الأظهر مرة أخرى كم يحصل الزماني شيخ الأظهر دا كان بديه كلمة ومستقلة لكن أنا أسمع robots أنه الذي حمى المنظومة الدينية في النصري أحكام الشراء الإسلامية التي جعلت الأظهر مسستقلا جعلت الأوقف مستقلة ولا قواعدها حقصة بها التي لاantenها إلى جزء الدولة لتتغول عليها كما أن Mediterrade أحكامها الأفلاس في الدولة لتتغول عليها وكانت هناك ما هي المحاكم الشرعية المحاكمة من الحوارة الشخصية المسحية والمحاكمة للصريف المسلمين وأعطى الحكم الإسلام للكينيسة المسألة مهمة لا يعرف أي قانون الوضعي في العالم أعطى لها الحق فأن تضع الشريعة المسيحية في الحلوى الشخصية ثم أن تنفذها باعتبارها الموثق والمأزوم والذي يعطي في القرآن ثم أعطى لها الحق أن تكون جهة القضاء الذي يذهب لها المختلفين التي تحكم بينها في هذه الحالة كان هناك اتساق حتى بعد التعديل القانون الحلوى الشخصية فإن شكل لأن المنظومة كانت في البداية منظومة كناسية متسكة مع بعضها البعض وكانت تقوم على فكرة أن الكنيسة تعرف رعاياها وتدرسهم شخصية وتتعامل مع القضايا الأدوار قضايا دينية وتنصحهم دينية لأن القضايا أصبحت مجرد أوراق أمان قاضي وبالتالي الشريعة الإسلامية أعطى في الكنيسة استقلالها وحمد شريعتها في الحلوى الشخصية وشؤون الأسرة ليس فقط في الزواج والطلاق بل في الزواج والطلاق والتبال والميراث والوصية الشريعة الإسلامية أعطت للمسيحيين أن يكون لهم قانون موريس مستقل وحدث هذا مرارا عبر التاريخ كان أحيانا بعض الحكام المسلمين يوقفوا العمل بها خاصة عندنا يكون فيه أعداد كبيرة من ميراث المسيحيين توفوا بدون ورصة فأوقف العمل بها حتى لا تذهب الأموال للطاقصة وتذهب للدور كان شأن الدولة الإسلامية في الماضي يحركها اخراج أكثر من أنها دخل شؤون الآخرين هي كانت تترك الآخرين من دورا شأنهم لكن كانت يحركها الزروحة المالية وبالتالي استقلال الكنيسة عن الدولة هو طبق الأحكام الشعاريسة كنيسة عندما تتكلم عن شعب الكنيسة تتكلم عن جماعة المؤمنين هذه هي تعبيرات مسيحية هي لا تعني أنهم شعب الدولة شعب الكنيسة معناه مفهوم مهم جدا بالعكس يجب أن نركز عليه أنا مسترح ديني مسترح ديني شعب الكنيسة والجماعة المسيحية والجماعة المؤمنين هذا مسترح ديني يعني أيه أنه لا يكتمل مسيحية المسيحي إلا داخل جماعة وهذا يحدث في المسيحية الشرقية ومال أهم الأشياء التي تفرق ما بين المسيحية داخل إقتار الشرق ومما داخل إقتار الغربي أن المسيحية في إقتار الغربي هي شيء فردي يمكن في منزل واياناً مسيحية لكن لا يمكن أن يكون مسيحية منعدلًا عن شعب الكنيسة وجماعة المؤمنين وعن الكنيسة وبالتالي المسيحية هنا مرتبطة بأن يكون فرد داخل الجماعة داخل الكنيسة وبالتالي عندما تتتلم الكنيسة عن شعبها وجماعتها هي لا تقصن أن تكون دولة الذي جعل الكنيسة تبدو للبعض دولة هي أولا أنها مددت أنشطاتها بأكثر من ما ينبخي يعني على سبيل المثال يعني المسيح المصري الذي يشجع منتخب مصر في مشهد وطن يظهر المشاهد الماضي تدخل الكنيسة يعني هذا التمدد للأنشطات هي غير محلة الأمر الآخر أن الكنيسة بدأت تحت المطالب الأقباط خارج الإطار الدين يعني عندها تحدث مشكلة لبناء كنيسة هي شأن كنسي مشكلة في القانون الأحوال الشخصية هي شأن كنسي غير ذلك هي شأن كنسي وفي كنيسة لا يجب أن تتكلم على العابد المحافظين المسيحيين هذا ليس شأنه هذا شأن المسيحيين يفعلونه في الشارع السياسي مع أخوان المسلمين وده أندلف يقول له على أن في خطة ملثومة أو في ذكر معين هو مطلوب مش مبرر هذا هو الذي بناء الطائفة السياسية الطائفة السياسية نموذجها موجودة في الإبنان والهرب لأن تكون الطائفة كل نشاطتها السياسية لحماية مصالح الطائفة ويكون لها مؤسسة التعبر عنها ورموز تحمل مشروعها هذا هو التحول هذه طبعا تعبير دول الداخل للغاية وتعبير كمية من البلاغة فقط لكن التعبير التقليق أنه تم تحويل الكنيسة إلى مؤسسة السياسية لطائفة وتحويل الأخباض إلى طائفة سياسية لها مطالبها وتدير الكنيسة هذه المطالب وهذه المصالح بعلاقتها مع تبير الأمر الآخر تظاهر الأقباط تظاهر الأقباط حصل في الكوش أول مرة وغاب عن الجميع أن يلتفتوا الهسد لحظة 18 سنة للمخرج الأقباط في الشوارع يتظاهرون ويطلبون كل أنتم التدخر من المظاهرة الأولى وكانت في الشوارع ريف مصر ومنطقة ملتحبة أساساً يعني صعيد دائماً ملتحف ودائماً فيه حمية وحمية الخروج تحت لفتة الحمال الأمريكي يفسر لنا ما هو الخروج الكبير الذي حدث في الأرض الأخير عندما أدركت الطائفة السياسية أنها يمكنها أن تمرر مصالحها ومشاريعها الآن لأن الدولة أضعف من أن تواجهها وأن حتى إذا حدث المواجهة بينها وبين الجميع المسلمين فإن هل المواجهة سوف يدخل فيها الدولة الحماية المسيحية لأنه هناك ظروف دولية إذا لا تعد الكامل هل هي من مصلحة الكنيسة تدخل أمريكا؟ هل هي من مصلحة الأمريكا تدخل غرب في شؤون داخل البلد؟ هي من مصلحتها؟ هل هم بيقودوا المسيرة من ده اللي يحصل في الأخير ده مطلوب؟ ده الهدف؟ في تقديري الخاص أجعله تقديري وتصوري الخاص ده جزء من خطاب المستوى أنه الخطاب المعلن ضد التدخل الخارجي الخطاب داخل الكنيسة وكامعاتها وشعبها بيرى أنه حماية الأقباط هي في ظل الحماية الدولية ويمكن أن نفسر كيف مدارة الطائفة السياسية المسيحية تتمسك بهذه الأفكار التي لا يمكن تتمسك بها وتريد أن تمرها وترى أنها تستطيع أن تمرها في ظل الحماية الدولية أن تكون مصر معزولة عن علم العربي الإسلامي وهوية مصرية ويحكمها النظام الناني ويكون الدين شقن خاص شقن الجماعة المسلمة والجماعة المسيحية وهنا أحيانا يختلف الأمر عن المسيحين يعني يتصوروا المسلمين أن يمكن أن يعيشوا الإسلام كجماعة فقط بدون النظام العالم وبدون الدول وهذه الحالة تحدث في المسيحية لأن المسيحية